دلوقتي مشاهدين معاد موجز الأهم الأخبار معلمي شكرا لك شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب وليد أبو المجد ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي ورئيس الشركة الوطنية للثروة السماكية والأحياء المائية اللواء إسلام عطية استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية لسيما في مجال تنمية الثروة السماكية والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عمليات التنمية الشاملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الأول للصحة والسكان والتنمية والذي يستمر حتى ثامن من سبتمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي المؤتمر كتكديد لالتزامة مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيدا على جهودها المبدولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديمغرافية كما سيكون بمثابة منصة تحورية عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية وعلى هامش المؤتمر سيتم إقامة معرض لعرض أحدث التقنيات في مجال السكان والصحة والتنمية يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ والتي تصطدفها كينيا ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ثلاثة كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جاوان بالعمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ كوب 27 وتعقد القمة على مدار يومي الخامس والسادس من سبتمبر الجاري تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وتحويل تمويل المناخ لأفريقيا والعالم وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية يستكمل الحوار الوطني اليوم منقشة الملفات الاقتصادية في الجلسة النقاشية للمحور الاقتصادي وذلك في الأسبوع السادس من جلسة الحوار وتناقش جلسات اليوم عدد من الملفات المهمة قبل إرسال مقترحتها إلى الجلسات التخصصية لسياغتها تتضمن مناقشة ملف مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها هذا ومن المقرر أن يختتم الحوار الوطني جلسات الأسبوع السادس بمناقشة ملفات المحور المجتمعي الخميس المقبل أعلن الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أنه زارة منطقة دونتسيكا الوقاع شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية وقال زلنيسكي خلال لقائه مع قادة عسكريين أن هناك قضايا إشكالية وإمدادات تحتاج إلى زيادة وتأتي زيارة زلنيسكي مع إعلان كييف السيطرة على مزيد من الأراضي في الجبهة الشرقية فضلا عن التقدم تجاه الجنوب في إطار هجومها المضاد قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو تناقش في إجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الشمالية وأكد شويغو ضرورة إقامة علاقات قوية مع بيونج يونج هذا وعبرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن قلاقها إزاء تقدم المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية بخصوص الحصول على أسلحة وقالت إن شويغو حاول خلال زيارته إقناع بيونج يونج بيع ذخيرة مدفعية لروسيا رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لاتهمات بأنه خفض التمويل المخصص لبرنامج يهدف لترميم المدارس رغم علمي بالمخاطر المرتبطة بنواية الخرصانة المتأكلة والمستخدمة في بنائها وأوضح سوناك بأن 95% من مجموع 22 ألف مدرسة غير متأثرة بالمسألة وصدرت أوامر لـ 104 مدارس وكليات مبنية بخرصانة خفيفة الوزن بعدم إعادة فتح المباني والصفوف الدراسية هذا الأسبوع بسبب خطر انهيارها مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل